موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكسفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة لإصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة وتوافق رئيسان على أهمية تكسيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي الإحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت برفض السياسات العقاب الجماعي والتهجير مشددا على أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية من جانبه أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم معاربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابية الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير القهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ووزير الزراعة والتصلاح الأراضي السيد القصير ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني الواء أمير سيد أحمد والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد دكتور بهاء الغنام المزيد في سياق التقرير التالي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واسط صلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة المشروع القومية للإنتاج الزراعي مستقبل مصر إلى جانب المشروعات في منطقتين تشكا وسيناء وفي محافظات بني سويف والمينيا والفيوم وكذلك مشروع سنابل صون بأسوان وقد اطلع السيد رئيس في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية ووسائل الرأي الحديثة واستخدام التحول الرقمي في تطوير الإنتاجية الزراعية وموقف محطات المعالجة والتغذية الكهربائية والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه المشروعات وقد وجه سيادته بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات لاستراتيجية العملاقة في إطار دولة لمعالجة الخلال المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك مواصلة فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات نمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة استقبل وزير الخارجية سمح شكري المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط وأكد وزير خارجية حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل تجاوز أعداد الضحايا من الفلسطينيين لما يزيد عن سبعة آلاف ونصف في غضون ثلاثة أسابيع مشددا على ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنصق لإنفاذ هدنة إنسانية ثورية وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد وتحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب كما شدد وزير خارجية على أن إنفاذ المساعدات هو ركن واحد من جهود التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة ويتعين أن لا يصاحبه توسيع في العمليات العسكرية البرية للقوات الإسرائيلية داخل القطاع محذرا من التدعيات الجسيمة التي ستصفر عن الأمر على المستويين الإنساني والأمني وتبعتها المحتمل على توسيع دائرة العنف وتهديد الأمن والسلم في المنطقة ومن جانبه أعرب المبعوث الأمريكية عن تقدير الجانب الأمريكي للدور المصري الهام في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتنصيق الصنائي القائم في هذا الصدد وبالتعاون مع المنظمات الأممية مؤكدا الحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة القادمة والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لبلجيكا والتي تزور مصر للتشاور والتنصيق بشأن سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة ومساعي تنصيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وحذر وزير الخارجية من العواقب الإنسانية والأمنية الوخيمة للسياسات إسرائيل التصعدية ضد الشعب الفلسطيني في غزة لا سيما القصف المتواصل والحصار والتهجير القصري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنسانية مؤكدا رفض مصر القاطع لهذه الممارسات أو لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة ومن جانبها أكدت وزيرة خارجية بلجيكا على إدراك بلادها الكامل لحجم التحديات التي تتعرض لها مصر نتيجة هذه الأزمة معاربة عن تطلعها الاستماعي إلى رؤية مصر بشأن سوء الدعم القضية الفلسطينية وأحياء عملية السلام باعتبار مصر هي الرائدة دائما في جهود تحقيق السلام في المنطقة ولديها خبرة طويلة في دعم جهود الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلية نفى المركز الأعلامي إلى مجلس الوزراء ما تداول ببعض صفحات التواصل الاجتماعي من مقطع صوتي يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها وشددت وزارة الصحة والسكان على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع الإلكتروني مدى مصر ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمدتين السادسة والتسعة والخمسين من القانون مائة وثمانين لسنة الفين وثمانية عشرة ولنشره أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإدرار بمقتضيات الأمن القومية وعقد المجلس جلس التحقيق استمع خلالها لرئيس التحرير الموقع في الشكاوى المقدمة ضدها كما قرر مجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها موسيقى